ماذا لو قلنا ان الميلاد العذراوي لتتميم النبوات يعني فيه تم النبوات عن ولادة يسوع يمكن ذكرتها الأسبوع الماضي فيك ترجع للحلقة ماذا عن شهود العيان الكثيرون ماذا عن حياة المسيح الكاملة ماذا عن الأدلة الكتابية ماذا عن الحقائق التاريخية حول الميلاد انه فعلا حقيقة انه ولد وعاش بين الناس والناس شافت معجزاته سمعت تصريحاته بخلاف الأساطير يعني ما قلش شيء ما فعلوش شيء يسوع المسيح أنا هو نور العالم فتح العيون أنا هو القيام أقام الموتى أنا هو خبز الحياة أشبع الألاف مش مجرد كلام يعني حتى الكتاب بقول ان الكتاب مش مبني على كلام بس مجرد كلام لكن على أدلة على برهان الروح القدس والقوة الناس شافت لما تساءلوا انه كيف يغفر خطايا إلا الله غفر وشفى وأكد قبل العبادة قبل السجود وهكذا أمور كثير أحبائي اللي بتحقق على اللي بتأكد هذا الميلاد العذراوي حقيقة وجود المسيح السابق للتجسد هو الذي قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن واقتبست يحنى واحد وفليب بيتنين مكتوب الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه آخذاً سورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسماً فوق كل اسم لكي تجثب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب اسمع ما يقول الرسول بولوس في كلوس الإصحاح الأول الذي هو سورة الله غير المنظور فإنه فيه أي في المسيح خلق الكل من في السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروش أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء لاحظ كيف يكمل إيش وفيه يقوم كل الدنيا والكواكب الكون متماسك بالكلمة بيسوع المسيح الإبن الأزلي لم يأتي مخلوقاً بل مولوداً الطبيعة المعصومة عن الخطيئة ميلاد المسيح حقيقة ضرورية لكي يكون الذبيحة الحقيقية الكاملة بلا عيب فهو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم في عبرانيين تسعة مكتوب فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب ليبطل الخطيئة بذبيحة نفسه طب ليه السؤال شو الهدف أهون المعضلة كل هذاك حتى الإعجاز يعني مقبول بالإيمان ولكن الشيء الأصعب محبة الله اللامتناهية طبيعة الله المحبة كيف نفهم هاي المحبة مش راح نفهمها على الأرض بس بالسماء نفهم ليه الله قبل الأزل عنده هاي الفكرة بسبب محبته لكل الجنس البشري على فكرة لو أنت أردت تتكلم عن أساطير يونانية مصرية أصلا بالعهد القديم الرب نفسه قدوس الله لا يطيق عبادات الأمم ولا أوثانهم فيعقل الله بيختار طريقة أوثانية حاشة الكتاب المقدس مثل ما ذكرت له تسلسل فكري من خلفية يهودية محافظة يوجد نموس إلهي فهو واضع النموس الطبيعي دليل أحبائي أن المسيح هو كلمة الله مرقص بقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله لما حاولوا يعيروا يسوع حتى اليوم أليس هذا هو ابن النجار ابن مريم وش لليوم بعدين بقولوا ابن مريم بدهنش يقولوا ابن الله طبعاً هذه الآية قيلت للإهانة حتى تدل إنهم أو تنكر ولادة يسوع من عذراء هذا شيء بسيط أحبائي اللي بتدل على الميلاد العذروي طالب إن المسيح ولد من عذراء ليه خلاصك شو راك تختار في هاي اللحظات تقول له يا رب خلصني ارحم يا رب أنا بتوب أمامك أنا بتوجك مخلص ورب على حياتي على فكرة إذا أنت صليت هاي الكلمات ابعت هيك بالفيسبوك رسالة أقول أنا قبلت المسيح إذا محتاج مساعد روحية بكل صرور كل عام أنتوا بخير والرب يبارككم اشتركوا في القناة